موسيقى السلام عليكم في عام 1976 امتزج الدم الفلسطيني في سخنين وعرابة ودير حنة استشهد ستة واعتقل المئات ممن انتفضوا ضد مصادرة الاحتلال الاسرائيلي لأراض في الجليل وموذ ذلك اليوم بات تاريخ الثلاثين من آذار يوما للأرض يحييه الشعب الفلسطيني والعربي بألم على احتلال الأرض وأمل في استرجاعها لم يتخلى الاحتلال يوما عن ممارساته قتل واعتقال وتهجير وتدمير ومحاولات تهويدا مستمرة للأرض وبالرغم من ذلك يلعب على وتر المفاوضات مفاوضات هو أول من يعرقلها أعلن الاسرائيليون رسميا عدم التزامهم بالإفراج عن الدفعة الرابعة من معتقليم قبل أوسلو الذي كان من ضمن تعهدات واشنطن أصلا التي أدرت المفاوضات رفض المفاوضون الفلسطينيون الذين قالوا إن تمديد المفاوضات حتى نهاية 2014 يتم بتجميد الاستطان والإفراج عن معتقلين آخرين في هذا الإطار يسعى المبعوث الأمريكي الخاص لما تسمى عملية التسوية الإسرائيلية الفلسطينية مارتن أندغ المولود لعائلة يهودية بريطانية يسعى إلى إنضاج طبخة جديدة تتمحور حول تقليص الاستطان لا تجميده تبدو كل الاقتراحات مجرد محاولات لتمديد المفاوضات لا لإحداث اختراقات وفي شأن فلسطيني آخر تعلن الفصائل الفلسطينية عن بنود وثيقة في مخيم عين الحلو الفلسطيني في لبنان لمنع زج المخيمات في الصراعات الداخلية للبلاد إذن هي تحديات تواجه القضية الفلسطينية والفلسطينيين داخلا وخارجا ننقشها اليوم في ذكرى يوم الأرض مع ضيفي هنا في الستيديو استيديو آخر طبعة رامز مصطفى مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان أهلا بك إذن نبدأ من يوم الأرض أصدرت الجبهة الشعبية بيانا في ذكرى يوم الأرض ضعت فيه لصوغ برنامج وطني كفاح يفتح على كل الخيارات دعنا نعدد هذه الخيارات يعني أولا ولو بوقت قليل جدا أن نتوجه لأهلنا من كانوا وراء هبة يوم الأرض في ذكرى الثامنة والثلاثين لهذه الهبة أن نقول لهم أن كفاحكم ونضالكم وتمسككم بالأرض هو الذي سيفشل المشروع الصهيوني على أرض فلسطين وبالتالي يعني الرحمة لهؤلاء الشهداء الذين أسسوا لهذه الهبة وللمعتقلين الذي تجاوز عددهم 300 معتقل فلسطيني في ذاك اليوم لذلك الرسالة اليوم في هذا التوقيت تحديدا وما تشهد المنطقة من أحداث التطورات الهدف منها تصفيت القضية الفلسطينية عبر الاستفرات بها هو قول الفلسطينيين بشكل واضح وصريح لا ليهودية الدولة فلسطين من بحرها إلى نهرها هي وطن الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بموضوع البيان والخيارات التي يجب أن يذهب إليها الشعب الفلسطيني نحن عانينا خلال 20 عاما منذ التوقيع الاتفاقات أسلو وحتى الآن عانى الشعب الفلسطيني معناه بسبب ممارسات القيام الصهيوني وبالتالي للأسف الشديد أن هناك في الساحة الفلسطينية من راهن ولا يزال يراهن على أن هناك إمكانية لحل عبر مفاوضات عبثية وخسرت القضية الفلسطينية من عناوينها أشياء الكثير يكفي أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية قد تنازلت في أسلو عن 78% من أرض فلسطين إذن والآن المفاوضات منذ منتصف أب 2012 حتى الآن لم تأتي بشيء سنتطرق أكثر إلى موضوع المفاوضات بشكل أفضل نعم أنا لا أريد أن أروح كثير إلى المفاوضات لا أقول أنه بظل انسداد هذه المفاوضات وأفق المفاوضات ما هي الخيارات أمام الشعب الفلسطيني الخيار العودة إلى المشروع الوطني الفلسطيني وأعادة الاعتبار له عبر المقاومة نحن نحن لا نريد أن نثير جدلا في الساحة الفلسطينية ماذا تقصد بالمقاومة الآن؟ هل تقصد فصائل معينة؟ لا هذا خيار الشعب الفلسطيني نحن ندعو الأخ أبو مازين إلى أعادة النظر بموضوع المفاوضات والذهاب لصالح المشروع الوطني الفلسطيني على اعتبار أن المفاوضات أفقه مغلق لماذا أنا أريد أن نقدم لهذا الإسرائيلي كل شيء وهو لا يريد أن يتقدم خطوة إلى الأمام نحن لا نريد أن نسقط كل الخيارات عندما قال السيد أبو مازين أن هناك خيارا دبلوماسيا وذهب إلى الأمم المتحدة ونال مقعد فلسطين دولة فلسطين ولا بصفة مراقب أكمل في الموضوع أتى الإسرائيل والأمريكي ليكبل أيض السلطة الفلسطينية ويمنح من الذهاب حتى للمؤسسات الدولية إذن الخيار الآن المطرح والمقاومة والانتفاضة إطلاق العنالة الشعب الفلسطيني تدعو الآن إلى انتفاضة ثارثة بالتأكيد الإسرائيلي يختال ويعتقل ويقتل ويهود ويستوطن ويستبيح كل شيء على الأرض الفلسطينية لماذا نكبل الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة؟ من هذه الدعوة سأنتقل لنستمع سويا إلى عنوين الصحف العربية مثلا نعود للحديث عن هذه الدعوة وعن المفاوضات أيضا بشكل موسع إلى عنوين الصحف مع بيسان طرف السلام عليكم مع عنوين صحيفة الوطن السورية نبدأ جولتنا لهذا اليوم في العنوان الأول عنوانة الوطن الجيش يسيطر على فليطة ورأس المعرة ويثبت وجوده على جبهات كسب تركيا تسمح للأوروبيين بالعبور وتمنع فرار الإرهابيين العرب من حدودها في شأن اللبناني عنوانت الوطن السورية نصر الله تأخرنا بالذهاب إلى سوريا الأيام تثبت صوابية خياراتنا أشمعت في القامشلي ومسقط تنتقد قرار مجلس حقوق الإنسان أوباما في رسالة لسعوديين ضرب سوريا ما كان ليفيد صحيفة الشرق الأوسط نقرأ في عنوينها المعارضة تتوحد ضده في الانتخابات البلدية والمدن الكبرى عنوان المواجهة مساعد إردوغان لشرق الأوسط سيترشح للرئاسة في كل الأحوال نقرأ أيضا في الشرق الأوسط نصر الله تأخرنا في الذهاب إلى سوريا استهداف انتحاري للجيش اللبناني في عرسال صحيفة المستقبل اللبنانية عنوانت نصر الله يلوح بمقاطعة الحوار وسليمان يرد اليوم مذكرا بثوابته الإرهاب يستهدف الجيش عشية الخطة الأمنية نقرأ أيضا في المستقبل أزمة أوكرانيا موسكو تناور ديبلوماسيا ننتقل إلى صحيفة الدستور العراقية وفي عنوينها النصاب يكتمل رغم غياب متحدون والكردستاني وساطة أمريكية إيرانية لتمرير الموازلة العراقية أيضا نقرأ في الدستور الكشف عن تحطم طائرة عراقية مختطفة في السعودية الحادثة وقعت عام 85 وقتل فيها 63 شخصا الجمهورية المصرية نقرأ فيها فتح باب الترشح للرئاسة في مؤتمر عالمي اليوم وفيها أيضا رئيس الوزراء في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات لن نسمح لجامعات الإرهاب بتعطيل الدراسة بالجامعات وترهيب الطلاب الفصل للمتورطين وتكليف الأمن بالتواجد قريبا من الجامعات ننتقل إلى صحيفة فلسطين في الذكرى الثامنة وثلاثين ليوم الأرض الفلسطينيون إن هنا باقون مع بقي الزعتر والزيتون ونقرأ فيها أيضا انتخابات محلية وسط تنافس شديد في تركيا اليوم أخيرا مع صحيفة الدستور الأردنية وفيها مئة كنيس ومدرسة يهودية في القدس مساعي أمريكية لمنع انهيار المفاوضات نقرأ فيها أيضا سموه يزور الأردن اليوم الملك وأمير قطر يبحثان تعزيز العلاقة هذا أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم شكرا للمتابعة وعودة إليك فتون شكرا لك بيسان يا أستاذ رامز ما لفتني أنا صراحة بأنه لم يأتي أحد على ذكر موضوع ذكر يوم الأرض سوى الصحيفة الفلسطينية طيب لماذا برأيك هل باتت القضية نسيا منسية؟ الواضح يعني أن في ظلم ما يجري في المنطقة نعم القضية الفلسطينية أصبحت الرقم عشر أو مية يعني واضح أنه الاهتمام العربي للأسف رسميا ينحكس حتى على وسائل الإعلام بما لا يدعو للشك أن مناسبة كمناسبة يوم الأرض الفلسطينية وتعني ما تعني للفلسطينيين لا يأتي أحد على ذكرها على الإطلاق سوى صحيفة فلسطينية والتركيز دائما وأبدا على الموضوع السوري والانتخابات التركية وما يجري في أوكرانيا وكأن الموضوع الفلسطيني لم يعود يعني أحدا هذا يعني مؤشر بالغ برأيك هل هذا مقصود يعني؟ طبعا بالعمد طبعا بالعمد ما يجري في المنطقة واضح تماما أن القضية الفلسطينية عليكم أن تديروا الظهرة لها اللي عم بيصير في المنطقة ومحاولة شيطانة الفلسطيني في أكتر من مكان في الكويت في العراق في سوريا في لبنان والآن في مصر هذا يعني إله استهدافاته أن الفلسطيني لم يعد محط اهتمام وبالتالي علينا أن نتخلى عن هذه القضية ونترك أهلها وشأنهم يواجهون مصيرهم لوحدهم هذا واضح للأسف الشديد يعني أتشط بقت وتطرقت لهذه النقطة سميتها شيطانة الفلسطيني في عدة دول في هذا الصدد صدرت وثيقة في عين الحلوالية منع زجأ الفلسطيني في الصراعات الداخلية برأيك من يريد زجأ الفلسطيني بداية في لبنان في الصراع في لبنان وفي الوضع الأمني المتردي وأيضا في دول أخرى كسوريا مثلا يعني فيما يتعلق في لبنان يعني الموقف الفلسطيني موحد منذ العام 2005 يعني الفلسطيني بشكل رسمي عبر الفصائل هناك موقف موحد يقول أن لا علاقة لنا بما يجري في لبنان بين الأفريقاء اللبنانيين على الإطلاق وهذا موضوع يعني الإخوة اللبنانيين بغض النظر عن موقفنا يعني نحن في الجفة الشعبية القيادة العامة موقفنا إلى جارة أزب الله والمقاومة لكن هناك من يود زجل فلسطيني من هو طبعا هناك من يود ويعمل ليلة نهارا على استدراج الواقع الفلسطيني للداخل اللبناني كما حصل في مخيم نهر البارد وتم تدمير المخيم الآن هناك من يريد أن يكرر هذا السيناريو الفصائل الفلسطينية بادرت باتجاه إطلاق مبادرة لحماية المخيمات وتعزيز العلاقات الأخوية مع الشعب اللبناني ومحيط هذه المخيمات المبادرة تقوم على أساس كيف يحيض الفلسطيني وهناك مجموعات موجودة في عين الحلوة معروفة قديمة ليست جديدة تعاوننا نحن والإخوة في القوى الإسلامية عصبة الأنصار والحركة المجاهدة لقول فلسطيني واحد لهذه المجموعات ممنوع على أحد أن يأخذ هذا المخيم أو أي مخيم فلسطيني في لبنان إلى أي وجهة غير الوجهة الفلسطينية كيف ينهي هذا اللغة؟ من يريد زج الفلسطينيين؟ لم تجبني حتى الآن أحد الأفريقاء الفلسطينيين أم من الخارج؟ لا لا الفلسطينيين على الإطلاق لا يوجد طرف فلسطيني لهم مصلحة في هذا الموضوع وهنا تكون الخطورة إذا في طرف فلسطيني يشتغل هذا الموضوع فيه سفرات بتشتغل سفرات بتشتغل الولايات المتحدة الأمريكية سفرتها بتشتغل هون البريطانيين الفرنسيين يعمل بعض السفرات العربية السعودية الأردن دول خليجية تعمل على هذا الموضوع هذا الأمر نحن عارفينه وهناك معلومات كثيرة عند الأجهزة الأمنية بهذا الصدد هناك قوة تكفيرية تعمل بهذا الاتجاه وحاولت ووظفت بعض الفلسطينيين من خارج المخيم عندما ذهبوا باتجاه السفرات الإيرانية والمستشارية الإيرانية ونعيم عباس لذلك نحن ندرك حجم الخطر وذهبنا بإطلاق مبادرة لنقول للإخوة اللبنانيين أن الفلسطيني في المخيمات لا علاقة لهم بما يجري وإذا تطلعوا منهم فلسطيني منهم فلسطيني هذا أمر طبيعي إلا أن تنجح هذه الوثيقة في لجم أو تحقيق ما تريده نحن واثقون بالتعاون الموجود أولا بين الفصائل الفلسطينية على اتجاهاتها الوطنية والإسلامية أن المبادرة وضعت الموضوع الفلسطيني في لبنان وتحييد المخيمات والفلسطينيين بالاتجاه الصحيح الآن على الدولة اللبنانية أيضا أن تبادر باتجاه الفلسطينيين أن ترفع الحرمان عن هذه المخيمات لأن هذه القوة التي تحاول استدراج المخيمات أو البعض في المخيمات تدخل من باب الحاجة التي يعاني منها الفلسطينيين يعني في حدا عننا بحدود شيء 3000 مطلوب في المخيمات كلها على خلفية تقرير كيدي أو إطلاق نار في الهواء نحن من سنوات نحاول نسكر هذا الملف لأنه يعني خليه يطلع من هذه الخمسين واحد في إمكانية الاستفادة وتوظيفهم واستدراجهم واستثمارهم بالداخل اللبناني يعني نلاقي حالات من هذا الشكل ولكن نحمد الله أنه حتى الحالات الفلسطينية التي طلعت خلال الفترة الماضية وهذا ليس مبرر يجب أن لا يكون هناك أي فلسطيني ولكن من خارج المخيمات حتى الآن لذلك هذه المبادرة نعم نحن واسقين أنه بالاتجاه الصحيح ونحن هناك تعاون وثيق وهناك وعد من مرجعيات لبنانية وتحديدا أود أن أؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه هو اللواء عباس إبراهيم والرئيس نبيه بري والأخوة في حزب الله وكل مكونات الأحزاب يوم الثنين في طاولة الحوار في بعبدة هذه المبادرة ستكون على طاولة الحوار من خلال دولة الرئيس نبيه بري الذي يسعى ويدفع باتجاه الحصول على تشريعات في لبنان ليمنح الفلسطيني حقوق وطنية حقوق اجتماعية وإنسانية ومسألة حق التملك لذلك نحن واثقون ولكن هذا الموضوع لسه محفوف بالمخاطر لأنه في حدا مش راح يعجبه هذا الكلام وبالتالي بيدخل على خط التعطيط من تقصد؟ نعم اللي عم بيشتغلوا على إسقاط ملف اللاجئين وحق العودة وتوطين الفلسطينيين وتهجيرهم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء وأدواتها يظلوا يشاغبوا على هذا الموضوع من تقصد بحلفاءها وأدواتها؟ حلفاء الدول الخليجية المتدخلة في سوريا الآن هذه الدول نعم ليس من صالحها أن الفلسطيني يعود إلى أرضه وهناك في سيناريوهات مرسومة وجزء حتى لا ندخل أمور بعضها جزء من زيارة أوباما للسعودية كيف يطمئن السعودية في موضوع الملف النووي الإيراني مقابل أن يتم الضغط على الفلسطينيين للتمديد للمفاوضات وبالتالي القبول بالحل الانتقالي الذي يأتي في محصلته شطب حق العودة وتوطين الفلسطينيين لذلك نحن هذا كلام مهم سنتحدث عنه بشكل أوسع لكن كي ننتقل إلى محور آخر وندخل إلى محور المفاوضات من زج الفلسطينيين في سوريا بالأزمة الداخلية؟ هي ذات القوى التي تدخل في سوريا هي ذات هذه الدول بالذات هي من عملت على بعض المجموعات الفلسطينية وزجت بعضهم في الأحداث في سوريا وتحديدا في المخيمات الفلسطينية ولاحظنا أن مخيم العائدين في درعة أول مخيم ينتهي لأن المسلحين قد ذهبوا باتجاه هذا المخيم مما اضطر الدولة السورية للتعاطي مع هذه المجموعات لأن هذه أرض سورية ليس من المسموح أنه في حدب دستبيع ما يتحمل مسؤولية من بين الفصائل الفلسطينية في سوريا عن ما حدث في المخيمات الفلسطينية؟ هناك كلام بين أهل أن حركة حماس على سبيل المثال الأخوة في حركة حماس كثيرا في أدبياتهم في بياناتهم أن لا علاقة لنا في هذا الموضوع حتى نحن نأمن مسألة المخيمات والآن يجري على مخيم اليارموك على اعتبر المصالحات في محيطه يعني ماشي بشكل إيجابي هناك جهد الآن عم بنبزل في مخيم اليارموك وقد يثمر شيء إيجابي نحن ليس من مصلحتنا فلسطينيا أن نذهب لاتهامات لبعض القوى في الساحة الفلسطينية نحن نريد أن نأمن مخيماتنا وبالتالي سنأخذ بالكلام الذي سمعناه من الأخوة في حركة حماس ونحن قبل شهرين وهذا يعني ليس سرا جرى لقاء قيادي ومركزي ما بيننا وبين الأخوة في حركة حماس بوجود أمين عام المساعد للجبهة الدكتور طلال ناجي والأخ محمد نصر هنا في بيروت وتوافقنا على ضرورة أن مخيم اليارموك يجب أن يحيت كما بقية المخيمات وعليكم أن تبزلوا جهد إذا في هناك موني بدناش نقول في حدا يتبع لحركة حماس في حدا إلو موني على مجموعة اسمه أكناب بيت المقدس تفضلوا احكوا معهم وبنعم حصل اتصالات مع هذه المجموعة وأبدت استعدادها للاتزام ووقعت على المبادرة الأولى التي نسفتها جبهة النصرة لذلك نحن لا نريد أن نتهم أحد الفصائل الآن في 14 فصائل نعم نعم نحن ليس لنا مصلحة هذا شأن الأخوة في سوريا لديهم من المعلومات والمعطيات الكثيرة في هذا السياق وهناك جهود تبزل الآن لترطيب الأجواء من قبل أخوة موجودين ولهم موني ولهم دالة على الموضوع السوري فيما بينهم بين الأخوة في حدث حدث سنستمع سويا إلى فقرة بعنوان أقرأ إسرائيل ومثلما سنعود للحديث عن المفاوضات إسرائيل هيوم الدفعة الرابعة لم تنفذ استياء فلسطيني جراء عدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرة في إطار المفاوضات السياسية فقد كان مقررا أن تفرج إسرائيل أمس عن 26 أسيرة لكنها قررت عدم القيام بذلك في الموعد المحدد ما دام بقي الجواب الفلسطيني غير واضح إذا قضية استعداد السلطة لتمديد المفاوضات سنة إضافية رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو لم يطلق أي تصريح حول هذا الموضوع ولم يوضح ما إذا كان موعد الإفراج عن الأسرة تأجل أم ألغي مصدر كبير في السلطة الفلسطينية قال للصحيفة استجاب في رامالة للطلب الأمريكي بدأجيل الدفعة الرابعة عدة أيام وعملية الإفراج عن الأسرة ستنفذ على ما يبدو قبيل منتصف الأسبوع المسؤول الفلسطيني أكد إجراء مدولات حثيثة حول الموضوع بين الأمريكيين وإسرائيل لكنه رفض القول ما إذا كان سيتم الإفراج عن أسرة من العرب الإسرائيليين هارتس إسرائيل اقترحت الإفراج عن الأسرة مقابل تمديد المفاوضات إسرائيل نقلت إلى الفلسطينيين بوسطة الولايات المتحدة اقتراحاً للإفراج عن مزيد من الأسرة مقابل تمديد المفاوضات عدة أشهر والامتناع عن تنفيذ خطوات أحدية الجانب في الأمم المتحدة طوال مرحلة التفاوض وفق موظف إسرائيلي كبير إذا جاء الرد الفلسطيني على الاقتراح إيجابياً تفرج إسرائيل في الأيام القريبة عن دفعة رابعة من الأسرة لكن من دون أن تضم أحداً من الأسرة العرب الإسرائيليين الذين سيؤجل الإفراج عنهم إلى موعد لاحق جهات مسؤولة في حركة فتح والسلطة الفلسطينية قالت للصحيفة إن أبا مازن بات موجوداً في موقع من ليس لديه ما يخسره وهو يوضح للأمريكيين أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل الآن فسيضطرون إلى الانتقال للعمل مع من سيارته في منصبه معارف أثبتنا أن الفلسطينيين هم من يرفض السلام المفاوضات مع الفلسطينيين تنهار بعد ثمانية أشهر على بدء مسيرة كيري وقبل شهر واحد فقط من انتهاء الفترة المحددة تبدو المفاوضات المتجددة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حافة الإنهيار مصادر السياسية في إسرائيل أوضحت أنه ظهر مرة جديدة للجميع أن الطرف الرافض في هذه المرحلة هو الطرف الفلسطيني أكثر من ذلك مسؤولون كبار في إسرائيل أعرب عن ارتياحهم لأن رئيس السلطة أدخل نفسه في مواجهة مع الولايات المتحدة والغرب أوقف الإسرائيليون الإفراج عن الدفعة الرابعة لأسرائي الفلسطين ما قبل أوسلو لإخفاض السقف من جديد سقف التفاوض برأيك هل سيخضع المفاوض الفلسطيني لما تقوم به الآن إسرائيل؟ هل سيتنازل الآن أكثر؟ الفلسطيني والمفاوض الفلسطيني بتقديري سيذهب باتجاه التمديد للمفاوضات الأخ أبو مازين قال نحن جاهزين ممدد مفاوضات إذا فيه شيء إيجابي بدر ما هو الشيء الإيجابي حتى الآن نحن ما فهمنا شو هو الشيء الإيجابي اللي ممكن يبدر على المفاوضات حتى الآن مغلق المفاوضات والإسرائيلي يحاول من منتصف آب ليقول للعالم أن أبو مازين مبدو المفاوضات وهو من عطى للمفاوضات لذلك نحن بتقديرنا أولا أبو مازين يريد أن يذهب باتجاه التمديد لأنه يعني هو بيعتبر أنه هذا لماذا سيذهب باتجاه التمديد طبعا هو لا يريد أن يغضب الإدارة الأمريكية يعني هو أخطأ منذ البداية أن وضع كل الأوراق الفلسطينية في السلة الأمريكية أبو مازين الذي يقرأ يقرأ التطورات وهو لا شك رجل سياسي بغض النظر نتوافق معه أو لا نتوافق رجل سياسي يعني نحن قرأنا للأستاذ سامي قليب مقالة عن دور أبو مازين في الموضوع السوري كيف هذا الدور الإيجابي يعني من يستطيع أن يلعب هذا الدور ويمتلك هذه الحنكة السياسية والدهاء السياسي يترك الساحة الفلسطينية عرضة لهذا الخرق الإسرائيلي بكل العناوين لا يسعى باتجاه لملمت الساحة الفلسطينية حتى نواجه التحديات أبو مازين يقرأ أن هناك تطورات وتحولات في العالم لا يريد أن يوظف هذا التطور وهذا التحول باتجاه الاستفادة من الورقة الروسية لماذا لا يريد؟ لا نعلم وهو بالوثائق يقول للمعارضة السورية والإتلاف السوري عليكم أن تذهبوا باتجاه الروسي والاستفادة من الموقف الروسي طب أن تبدأ الآخرين لاستفادة الموقف الروسي حتى يخفف الضغط ويواجه الضغوط الأمريكية كما يدعون طبعا الأمريكي لا يضغط على اتلاف هؤلاء الموظفين عند الأمريكي وليسوا حلفاء له هم موظفين شغيلي عنده إذا هناك أحد يروح بهذا الاتجاه وانت تنصح نروح باتجاه الروسي حتى توزن على الأقل بوجه الأمريكي وبوجه دول الخليج التي تضغط الآن بالأموال مد العصى والجزرة باتجاه أن تقبل بالحل الانتقالي وأقلها التمديد المفاوضات بال2014 لماذا لا تستفيد هذه الأوراق لماذا لا تريد استثمار هذه الأوراق هذا السؤال يجب أن يوجه له لأنه هو بخياراته السياسية أبو مازن هو قال هنا في بيروت من أكتر من سنة بإذنها الأولى ليس الأخيرة قال لا خيار لدي بالمفاوضات إلا المفاوضات وأنا أريد أن أستشهد بالسياسي رجل واضح لا يدور زوايا لا يدور زوايا على الإطلاق وهو يقول للجميع عليكم أن تأتوا إلى المربع الذي أنا واقف عليه لذلك أبو مازن لا يقرأ هذه التحولات لا يقرأ هذا التطور لا يقرأ ما يجري في الضفة الغربية من حالة احتقان يصل حتى الانفجار لا يقرأ قطاع غزة وما يعني قطاع غزة بغض النظر على الموضوع الخلافي بين حماس والمصريين الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة لا يقرأ أن هناك تهويد للقدس والمقدسات والاستيطان طيب من 15 أب الماضي لكن الرجل يطالب بتجميد الاستيطان ويطالب بإفراج عن معتقلين آخرين هنا الآن المفاوض الفلسطيني يرفض يرفض تمديد المفاوضات حتى هذه الساعة بغيت دعنا نقول مكاسب جديدة أو استعادة لبعض الحقوق اللجنة التنفيذية ونظمة التحرير الفلسطينية قبل استقناف المفاوضات لديها قرار أن لا تذهب المفاوضات قبل تجميد الاستيطان طيب طيب الأخ أبو مازن راح على المفاوضات وضرب بعض الحائط قرار اللجنة التنفيذية وراح والاستيطان مشي من قاب أنا اللي بدأ لك يا من قاب 15 قاب استقناف المفاوضات حتى الآن حجم الاستيطان 130 بالمية حجم الاستيطان 130 بالمية زاد من يوم ما استقنفت المفاوضات حتى الآن القدس تهود الأغوار كل شيء يتم استباعته وحتى الآن نحن نردد ونهدد وشغلات من نبه بهذه الطريقة مارتن أندك الآن يلعب في هذا الفلك دعني طبعا أذكر المشاهد من هو مارتن أندك هو المبعوث الخاص لعملية التسوية الآن لكن هو سفير الأمريكي لدى إسرائيلي فترتين امتدتا من نيسان أبريل 1995 إلى أيلون سبتمبر 1997 من كانون الثاني يناير 2000 إلى تموز يوليو 2001 هو يهودي الأصل موجود لعائلة يهودية الآن يحاول اللعب على أنضاج طبخة جديدة تتحدث عن تقليص الاستيطان لا تجميده برأيك هل ستنجح هذه المساعي تكالا على الكلام الذي قلته أنا بتقديري في المحصلة الأمريكي سيأخذ من السلطة الفلسطينية تمديد المفاوضات سيأخذ هذا يعني ليس نتمنى أن الأخ أبو مازين لا يقبل وندعوه أن لا يقبل ونحن إذا ما تمسك بالثوابت بشكل جدي نحن نقف خلفه ونقف إلى جانبه وندعمه ونعزز من صمود في مواجهة الأمريكي والإسرائيل على حد سواء ولكن أبو مازين يعتبر الزهاب لتمديد المفاوضات أقل الشرور لأن هناك من يريد حسب اعتقاده أن الإسرائيلي سيستبيح كل شيء ما هو الإسرائيلي مستبيح كل شيء طب أنا على إيش بدي أنا أظن أعمل حزابات بتطالع وبالنازل بدون فائدة إذا الإسرائيلي مستبيح كل شيء خليه يستبيح الآن فيه مقولي بتقول أنه أنه أبو مازين سيلقى مصير أبو عمار اغتيالا على يد الإسرائيل نتيجة أنه هو يرفض أنا بتقديري المسألة ليست بهذه الطريقة لا تدار الساحة الفلسطينية بهذه الطريقة لا تدار المعركة السياسية بدنا نروح معه أنا بهذا الاتجاه والمعركة الدبلوية لا تدار بهذه القضاء على الأقل أن تحشد القوى الفلسطينية ارجع للمصالحة نفذ المصالحة أنت والأخوة في حركة حماس حتى نواجه مع بعض التحديات سنتحدث عن المصالحة وأريد أيضا منك جواب على هذا السؤال لماذا كل هذا الضغط الأمريكي الآن لتمديد المفاوضات ما هي الغاية لكن بعد هذا الفاصل إذا مشاهدنا الفاصل قصير ومن ثم نعود إلى آخر طبع ابقوا معنا من جديد أهلا بكم إلى آخر طبعا في ذكرى يوم الأرض نستضيف اليوم ونجدد الترحيب بضيفنا مسؤول جبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان رامز مصطفى أهلا بك أستاذ أزمان جديد إذا سألتك قبل الفاصل لماذا كل هذا الضغط الأمريكي باتجاه تمديد المفاوضات أو تمرير أي صفقة حول تسوية معينة الأمريكي يدرك أن التطورات في المنطقة وما أثاره في المنطقة لم يأتي على مقاس الكف الأمريكي والرؤية الأمريكية لذلك هو يستعجل بترتيب الموضوع الفلسطيني باتجاه انضاج تسوية وإنهاء هذا الملف نهائيا لأن هناك تطورات في العالم وتحولات لم تعد تخول الأمريكي كلاعب وقطب أوحد في هذا العالم الروسي دخل على الخط الصيني دول البريكس أيضا الأمريكي الآن يدرك أكثر من أي وقت مضى أن من أزماته الجديدة ما جرى في أوكرانيا هذه التطورات كلها تدفع الأمريكي بهذا الاتجاه حتى يحصل من الفلسطينيين على تنازل وبالتالي في محصلة يثبت هذا الكيان دولة من دول الإقليم بشكل نهائي ممكن تكون هذا الصراع مفتوح لعقود من الزمن تريد الإدارة الأمريكية تثبيتها وكيري قد وعد أوباما أنه بمع نهاية ولايته الثانية يكون الموضوع الفلسطيني قد انتهى يريد أوباما أن يسجل اختراقا سياسيا بهذا المجال واختراق استراتيجي يعتبر بالنسبة لإدارة الأمريكية والكيان الصيوني على اعتبار أن الانتخابات الأمريكية بتقديرنا قد بدأت والتحضير لها قد بدأ منذ الآن كيري طامحا في الرئاسة والبيت الأبيض وكيلينتون أيضا طامحة وهناك الحزب أيضا الذي ينافس حزب أوباما يريد أيضا الوصول للبيت الأبيض الانتخابات الأمريكية بدأت ولكن على حساب من؟ على حساب الفلسطيني على حساب السوري على حساب دول المنطقة وعلى حساب كل شعوب المنطقة العالم ودولها وهنا ذكرت نقطة مهمة قبل قليل قلت بأن أوباما عندما سيتواجه إلى السعودية سيكون الملف الإيراني مقابل الضغط على فلسطين كيف؟ نعم يعني الأمريكي معني الآن أن يبدد الهواجس لدى السعودي الذي عمل ليلة نهارا لتحريض الفرنسي إذا ما عدنا الوراء عندما تم توقيع الاتفاق المؤقت النووي الإيراني بين إيران ودول 5 زائد 1 الفرنسيين حاولوا حتى اللحظة الأخيرة يعطلوا هذا الاتفاق بتحريض سعودي عبر صفقة 3 مليار التي أعطيت للفرنسيين لتسليح الجيش اللبناني السعودي يدرك جيدا أنه تمت شيء قد جرى ما بين إيران والأمريكيين عبر قناة عمان هذه القناة التي عملت بالخفاء والاتصالات التي جرت إذن أوباما يريد أن يبدد هواج السعوديين ولكن هناك ثمن يجب أن يدفع الآن التبديل والتعيين لمقرن وبترتيبات ولي العهد الثاني بعد الملك عبد الله ينتقل إلى الحياة الأخرى وبتقديري الساعات القادمة والأيام القليلة القادمة ستوضح الصورة والمشهد الداخل السعودي أكثر فأكثر الأمريكي يريد من السعودي في هذه المرحلة أن يلعب دورا بالضغط على الفلسطينيين كيف سيدغط السعودي عبر الأموال التي دفعها قبل أيام دفع 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية قبل دفع أموال الإمارات تدفع أموال لذلك هذا الخليجي بأمر السعوديين طبعا القطريين الآن أصبحوا خارج هذا الموضوع بهذا الاتجاه يقول لأبو ماجن نحن حاضرين عن محاولة اللي حاصل الآن بمصر كيف دفعت مليارات الدولارات حتى يأخذ مصر لوجه أخرى وصلت الفترة إذن عن طريق السلطة الفلسطينية سيتم الضغط السعودي نستمع الآن إلى ناصر اللحام الذي ينضم إلينا من فلسطين ليطلعنا على عنوين الصحف الفلسطينية اليوم صباح الخير الصحف الفلسطينية الصادرة هذا اليوم يوم الأرض الذكرى الثامنة والثلاثين نبدأ بصحيفة الحياة الجديدة الحياة الجديدة وثلاث صور ملونة على الصفحة الأولى صور لقمع الاحتلال لتظاهرات في القدس باب العمود أو بالدبكة الشعبية على حجز حوارة والعنوان الشعب يحيي يوم الأرض دماء في القدس وإضراب بالداخل اليوم عنوان آخر تل أبيب وواشنطن تعرضان إطلاق صراح الدفع الرابعة وأربعمائة آسير مقابل تمديد المفاوضات ستة أشهر بوابة الكرامة قرية افتراضية وليدة في مواجهة تهويد الأغوار عنوان آخر حماس بصدد فرض قانون الجلد في غزة وحقوقيون اعتبروه مخالفة دستورية من عنوين الحياة الجديدة ننتقل إلى عنوين صحيفة الأيام صحيفة الأيام هذا اليوم على الصفحة الأولى أيضا صورة للمحتفلين بيوم الأرض وهم يقيمون حفلة دبكة بجانب حجز عسكري إسرائيل قرب نابلس وعنوان باللون الأحمر اتصالات أمريكية مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن دفعة الأسرة مسيرات ومهرجانات وأعمال تطوعية لمناسبة يوم الأرض عشرات المواطنين يشاركون في وقفة تضامنية مع الأسرة عند معتقل عفر بيرامالله إضراب شامل في كافة المرافق والمؤسسات داخل الخط الأخضر بمناسبة يوم الأرض كيري كيري يقول إسرائيل هي الوطن القومي لليهود بدل دولة يهودية أي الاقتراح بأن الفلسطينيين إذا لا يريدون الاعتراف بدولة يهودية يعترفون بأن إسرائيل هي الوطن القومي لليهود ومؤسسة الأقصى الاحتلال أقام مئة كنيس ومدرسة يهودية بالقدس هل تفرض حماس عقوبات الجلد وقطع يد السارك في غزة على طريقة داعش وجبهة النصرة هذا ما كتبته صحيفة الأيام عن محاولة حماس فرض قانون الجلد في غزة إلى صحيفة القدس صحيفة القدس على الصفحة الأولى صورة لطفل من جباليا يلوح بالعلم الفلسطيني في البحر واتصالات أمريكية مكثفة مع الجانبين لمنع انهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية واليوم إما قرار إسرائيل بإطلاق الأسرة أو توجه فلسطيني نحو الأمم المتحدة وقفة تضامنية ومؤتمر صحفي أمام سجن عوفر احتجاجا على عدم إطلاق الأسرة أمريكا وإسرائيل تقترحان الإفراج عن أربعمائة أسير واستهداف مراكب الصيادين في غزة والمستوطنون يواصلون اقتلاع الزيتون منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الإسرائيلية عدم استخدام القوة والعنف ضد الفلسطينيين في يوم الأرض كما نلاحظ يوم الأرض يحتل معظم عنوين الصحف الصفحة الأولى في فلسطين شكرا لك ناصر كنت معنا من فلسطين قدمت لنا عنوين الصحف الفلسطينية إذن نعود ما الذي لفت انتباهك في هذه العنوين رأيتك تسجل شراحة ثلاث نقطة على السريع يعني كيري وطرحوا لمسألة الوطن القوم لليهود بدل الاعتراب يهود الدولة يعني بدل مقول هيداني يعني يعني عم بلعب على الجمل والألفاظ وهذا كلام مرفوض على الإطلاق لأن مؤداه هو طرد الفلسطينيين من مناطق 48 ولا دولة فلسطينية ولا مستقبل للشعب الفلسطينيين على أرضه هذا يعني على المفاوض الفلسطينيين ينتنبع لهذا الموضوع النقطة الأخرى لا يجوز أن الأخوة في حركة حماس أن يطبقوا هذا القانون الجلد وا 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 الإسلام يجب أن يظهر بشكل راقي لأن الإسلام بالأساس هو نسج علاقات اجتماعية بالشكل الصحيح وهو ثورة اجتماعية بالأساس لا يجوز أن نشوح هذه الصورة بطريقة الجلد على طريقة كما قالت الصحيفة داعش والنصرة وقبلها طالبان في أفغانستان وهذا يجب أن يتم التراجع عنه لأنه هذا سيلقى بالشارع الفلسطيني الكثير من الشجب والاستنكار والرفض النقطة الثالثة للأسف هذا الراعي اللي براهن عليه السلطة الفلسطينية البيئة المتحدة الأمريكية عندما تمتنع أن تصوت لقرار غير ملزم في مجلس حقوق الإنسان ماذا يدلل؟ أن الولايات المتحدة لا تريد أن تصوت لقرار غير ملزم في مجلس حقوق الإنسان وبالتالي هناك من لا يريد أن يرى إلا بالعين الأمريكية الأسف الشديد إذا ما أتينا على ذكر حماس يستحضرون هنا الحديث عن المصالحة الفلسطينية لماذا لا تتم هذه المصالحة حتى الآن بعيدا عن كل ما يقال بأن هناك من له دائما مصالح في الانقسام الفلسطيني الفلسطيني لماذا هذه الفصائل الفلسطينية المتناحرة المتقتلة لا تريد أن تتصالح؟ يعني موضوع يطول والوقت غير متاح أن الواحد يوصل الفكرة بالشكل الصحيح ولكن باختصار شديد كل الطرفين يتحمل المسؤولية وإن كانت السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية أعلى على اعتبار أن أي توافق ومصالح فلسطيني إذا لم تقوم على رؤية سياسية موحدة ومشروع سياسي هذه المصالحة تصبح كما يبوس لحا بعضه وبالتالي كل واحد يظل بموقعه حماس لها حسابات خاصة وحركة فتح حزب السلطة له حساباته الخاصة ما هي هذه الحسابات؟ يعني فيه الآن دولتين يعني فيه حكومتين فيه حدا عاجبه الحكومة بغزة وفيه حدا عاجبه حكومة بغزة تصوري أنه بالتوقيت الصيف الآن لم يتم التوافق حتى على التوقيت الصيف يعني حسابات حول الكراسي حول الصيف حول المصالح الزاتية بالتأكيد وإن السلطة الفلسطيني بالمعنى السياسي تتحمل المسؤولية أعلى ولكن كل الطرفين بتقديرنا يتحمل هذه المسؤولية سننتقل الآن لنستمع لآخر فقرة لو سمحت لنا وهي بعنوان أقرأ الحدث ومن ثم سنعود لإكمال آخر قسم من هذا الحوار الحياة هل يكون مروان البرغوثي الزعيم الفلسطيني المقبل كل التوقعات والقراءات الموضوعية تشير إلى أن القائد الفتحوي الأسير مروان البرغوثي يقف في مقدمة المرشحين لقيادة الشعب الفلسطيني في مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس الذي شارف على ثمانين من العمر وعد البرغوثي أخيرا ليتصدر عنوين الأخبار بعدما طالب عباس رسميا الإدارة الأمريكية بالعمل على الإفراج عنها ويحقق ذلك هدفين كبيرين للرئيس عباس الذي أعلن مرارا أنه لن يرشح نفسه في أي انتخابات مقبلة الأول أنه يمثل مبررا مقبولا شعبيا لتمديد المفاوضات والثاني مواجهة التحدي الداخلي الذي يمثله محمد دحلان الذي يحظى بدعم رجل مصر القوي المشير عبدالفتاح السيسي المتوقع له أن يحقق فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة المقبلة والسؤال الكبير الدائر اليوم في الأوساط السياسية هو هل توافق إسرائيل على الإفراج عنه في مقابل تمديد المفاوضات النهار اللبنانية نصر الله يطيح جلسة الحوار والإرهاب يستهدف الجيش كان لافتا في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استعادته لكلام رئيس الجمهورية ميشيل سليمان حول المقاومة والرد عليه بوصفه أن الذهب يبقى ذهبا أما الخشب فيستعمل لصنع التوابيت للعدو وقد جاء توقيت كلام نصر الله عشية الدعوة التي وجه سليمان لعقد طاولة الحوار الوطني وصفت مصادر سياسية مطلعة هذا الموقف بأنه يقطع الطريق على أي تواصل محتمل بين الحزب وسليمان بحيث يرفض التحاور معه بل مع رئيس جديد يدعو إلى انتخابه سريعا حتى قبل انتهاء ولاية الرئيس وذكرت الصحيفة أنه على الأثر نشطة الاتصالات وأن حركة الرئيسين نبيه برّي وتمام سلام تدفع في اتجاه عدم مقاطعة حزب الله الصحيفة توقفت أيضا عند مقتل ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني نتيجة هجوم انتحاري في وادي عطاف عرسال في عملية تبناها لواء أحرار السنة بعلبك ثأرا لسام الأطرش الشرق الأوسط أردوغان سيترشح للرئاسة بدعديل دستوري أو من دونه ثم تم يقول إن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان سيترشح للرئاسة إذا فاز في الانتخابات بعد أن يمتلك القدرة على تعديل الدستور لإنشاء نظام رئاسي وهذا غير متاح إلا من خلال انتخابات مبكرة يحصد فيها أكثر من ثلثي المقاعد البرلمانية أو عبر تقديمه التعديلات للاستفتاء العام هذا كله يعتمد على حجم التأييد الذي سيحصل عليه من خلال الانتخابات البلدية غير أن طاها كينتيش أحد أبرز مساعدي أردوغان يحصم بنسبة 99% ترشح الأخير للرئاسة مهما كانت نسبة الفوز ويقول للصحيفة إن أردوغان سوف يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل مستنداً في ذلك إلى أن أردوغان حدد لنفسه ولأعضاء البرلمان في دستور الحزب الداخلي فترة ثلاث ولايات وهذه هي الفترة الثالثة والأخيرة له ويكشف كينتيش أن تعديل الدستور سيكون باتجاه النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي مشيراً إلى أنه من الممكن أن يترشح أردوغان لرئاسة الجمهورية وبعد الانتخابات البرلمانية سوف يعاد طرح موضوع التعديلات الدستورية هل يمكن أن يكون مروان البرغوثي الرئيس الجديد برأيك؟ بتقديرنا فيه شيء يعمل بموضوع الأخ مروان البرغوثي ولكن نحن ما ننبه إليه ونحذر منه أن لا يكون موضوع الأخ مروان البرغوثي هذا القامة الوطنية الكبيرة عرضها لتدخل بالبزارة السياسي ما بين الإسرائيلين بمعنى أن الأخ أبو مازن في أحد مطالباته للإدارة الأمريكية أن يتم الإفراج عن مروان البرغوثي والأخ أحمد سعدات مقابل تمديد المفاوضات وبالتالي تجميد الاستطان الإسرائيل لا يريد تجميد الاستطان يجري البحث بموضوع مروان البرغوثي مروان البرغوثي ظهر موضوعه بقوة عندما احتد الخلاف من جديد بين محمد دحلان والأخ أبو مازن وحركة فتح والحكي عن نائب له أبو مازن أبو مازن لا يريد أن يكون هناك نائب له الآن برزت بشكل سريع قصة مروان البرغوثي لكي يستفيد من هذا الاسم وهذه القامة بتخفيف الاحتقام بالشارع الفلسطيني الذي يتنامى في وجه رفض المفاوضات والسلوك السياسي لهذه السلطة وبالتالي لوضع مروان البرغوثي في مواجهة محمد دحلان لكن محمد دحلان يقال بأنه مدعوم الآن من المشير السيسي كيف سيؤثر هذا المفاوضات؟ هناك حكي بناء مصر والإمارات وخلف السعودية في كلام بهذا الاتجاه نعم في كلام بهذا الاتجاه ولكن بتقدير محمد دحلان الشعب الفلسطيني القوى الفلسطينية تضع علامات استفهام حول المواقف محمد دحلان وارتباطات محمد دحلان وبالتالي لا نريد استبدال شيء بشيء والكوارث تتلاحق على الشعب الفلسطيني الآن هذا موضوع خارج في صراع داخلي بفتاح على هذا المسألة نحن نخشى انعكاساتها على من يمكن أن يتوافق الفلسطينيون برأيك؟ حتى الآن ما فيه حتى الآن ما فيه حتى أبو مازنبول أنا مش رايح على الانتخابات الجديدة أنا ما بدر الشحقالي هذا الكلام اللي بظل يردده بس نحن نتخوف من هذا تزايد في حدة الخلافات ما بيئ بداخل عرق الفتاح بين السلطة المحمود الأخ وأبو مازن ومحمد دحلان وعنكاساتها في لبنان وهذا اللي نحن الآن في لبنان عم نشكل على منعه والحق منه وقطع بقي لدي دقيقتان فقط أريد أن أوجز موضوع معين وهو حضوذ أردوغان بالنجاح في حال ترشح للانتخابات كيف سيؤثر هذا الموضوع على القضية الفلسطينية لسيما في ظل الغزل الإسرائيلي التركي وكيف أيضا ينعكس هذا الموضوع على سوريا ومنه إلى القضية الفلسطينية أردوغان واضح أنه هو طامح من فترة بيقول بدي أعدل الدستور لأروح على الرئاسي كلام واضح الآن هذا الموضوع نتيجة الأزمات المتلاحقة الداخلية في وجه وكرة الثلجة اللي بتكبر بوجه أردوغان وحزبه راح ملئنا إلا راح باتجاه كسب ومناطق شمال سوريا الشمال الغربي من سوريا اللاذقية وأريافة حتى يشد العصب التركي بهذا الاتجاه وبالتالي يعطي ورقة على اعتبار أنه اليوم في انتخابات بلدية وهي من تقرر نتائجها الوجهة لذلك نحن أردوغان إذا إجاء للرئاسي بصراحة بظل ما يحمله من توجهات سياسية لا نعم نحن نقشى من وصول أردوغان إلى هذه الرئاسي لأنه هذا الدور المشبوه لتركيا النظام وبالتالي حالة الغزل اللي تم استعادتها ما بينه وبين كيان الصهيوني أن يكون هناك حلف حقيقي والعلاقات والتبادل الخبرات العسكرية والأمنية بظل حتة الكلاف وأوجه لم تنقطع ما بين تركيا والكيان الصهيوني وهناك قواعد استخباراتية للكيان ومحطات إنزار الكيان موجودة في تركيا بمنطقة إسكندرون موجودة يعني ما انقطعت العلاقة الوصل الآن نقشى عليه بأن هذا التحالف أن يتجدد مرة أخرى على حساب قضيتنا الفلسطينية وعلى حساب الموضوع السوري على كل حال انتهى وقت الحلقة مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة سيد رامز مصطفى أشكرك جزيلا شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة من آخر طبعا مشاهدين أيضا أتوجه إليكم بشكري على متابعتكم لنا آمل أن ألقاكم في حلقة جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة